نعد بإذن الله لكنه زي ما المهانس عادل شدد الأهل محتاج جمهوره والجمهور الناس لما بتتفرج على مدرجات برة حتى المدرجات في الدول العربية مليانة والحضور كبير جدا والفرق بتقدم أفضل ما عندها والأهل عنده عنده اللي يقدر يقدمه واللي يقدر يسعد بيه جامهيره حتى في ظل المدرجات الصمتة الخاوية الناس دايما بتتكلم على أنه الجمهور هو صاحب قرار العودة الكاملة للمدرجات الجمهور مش أي طرف تاني صدقوني أي جهة أي طرف أي مسؤول يهموا جدا الجمهور مبارح قبل النهاردة يملى المدرجات لأنه الحالة الأمنية اللي وصلت إليها البلاد من الاستقرار تساعد كتير جدا أن الصورة تطلع حلوة التدفق السياحي والانتعاشة اللي حصلة في البلد يساعد على أنه كلنا نساهم في رسم الصورة الطبيعية لمصر الحالة الرياضية لأنه مصر تستضيف بطولات كبيرة قرية على أرضها وتنجح وتبقى مثار اهتمام وإشادة الجميع محتاجة تثبت هذه الصورة عشان نثبت الصورة صحة وعشان نكمل على اللي حصل ما نفسناش أنه كل مرة ناخد خطوة نرجع فيها خطوتين المشجع اللي رايح اللي هيدفع 75 جنيه أو 150 جنيه أو أي مبلغ للتذكرة هو بيتفعها فقط عشان بيحب الأهل مش من حب الأهل أن أنت ترتكب أي حاجة أو تهتف أي هتاف أو تعمل أي سلوك يضر الأهل أنت دافع فلوس عشان تساعد الأهل تسمح لي أضيف حاجة في الظرف اللي احنا عاشينه ومصر لازم تكون حضرة هو بقوة نحن الآن نعيش تحدي كبير جدا 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 وشايفين جهود دبلوماسية جهود سياسية على مستوى العالم علشان نتجاوز هذه التحديات جزء من الرسالة يكمن في ملاعب الكرة إذا كانت بصورة لائقة الصورة تكتمل وتبقى حلوة نتمنى إن شاء الله أن الجمهور يروح بوعيه وبحماسه وبحرصه على الأهل وحرصه على بلده في المقام الأول